اشتركوا في القناة اعزيز العلاقات الاخوية والتعاون القائمة بين بلدانهم وبلادنا اكد فخامة الرئيس عبدالربو منصر هادي رئيس الجمهورية على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بلادنا بالولايات المتحدة الامريكية وجوانب التكامل والتعاون في ملفات شتى تتصل بامن واستقرار اليمن ومنها التعاون الامني ومكافحة الارهاب وتأمين الملاحة الدولية والتعاون الاقتصادي والانساني وغيرها جاء ذلك خلال استقباله السفير الامريكي لدى بلادنا كريستوفر هنزل وذلك بمناسبة التودية وانتهاء فترة عمله كسفير لبلاده لدى اليمن واشهد فخامة الرئيس بالجهود التي بدلها السفير خلال فترة عمله لمصلحة البلدين الصديقين والسلام بصورة عامة في ظل الظروف الراهنة والمعقدة التي تشادها اليمن وبوادر السلام الممكنة اجرى فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصر هادي رئيس الجمهورية اتصارا هاتفيا بمحافظة الجوف اللواء من العكيم للاطلاع على سير العملية العسكرية وما يحرزه الابطال من انتصارات في مناطق المحافظة واستمع رئيس الجمهورية الى شرح عن سير العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني ضد ميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من ايران في محافظة الجوف والانتصارات التي حققها ابطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية واستمرار تقدم ابطال الجيش بهدف استكمال تحرير وتطهير المحافظة من ميليشيات الحوث الإنقلابية لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوث المتمردة المدعومة من ايران مصرعهم وجرحة اخرين جراء غارات جوية نفذتها مقاتلة تحالف دعم الشرعية في الاطراف الغربية لمحافظة مأرب واستهدفت الغارات تجمعات ومواقع للميليشيات الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات سرواح وأسفلت الغارات عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية شنت مقاتلة التحالف العربي لدعم الشرعية غارات جوية مكثفة على عدد من معسكرات الميليشيات الحوثي في محافظة البيطاء وقال مصر اعلامي أن مقاتلات التحالف نفذت غارات عدة على عدد من المعسكرات في مديريات القريشية والسوادية والملاجم مشيرا إلى أن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية استهدف معسكر راشيرة بمديرية الملاجم بعد استهداف مماثل لمعسكرات أخرى بمديريتي السوادية والقريشية في المحافظة ذاتها وأسفل القصف عن مصرع وإصابة عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي قسرت قوات الجيش الوطني هجوما شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجة وقال مصر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني تصدوا للهجوم بكل كفاءة واقتدار وأجبروا عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح وأضف المصدر أن طهران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات تمكنت واحدات من القوات المشتركة من التصدي لهجوم حوثي باتجاه معسكر الجبال استراتيجي بقعطبة شمال غرب محافظة الضالع وذكر المصدر أن القوات المشتركة تمكنت من إفشال محاولة تقدم عقب مواجهات شرسة واستخدمت طرفين فيها مختلفا وعلى سلحة ثقيلة والمتوسطة وأسفرت عن سقوط إلى عشرات من عناصرها ما بين قتل وجريح وصلنا إلى نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في أمان الله